الحديث عن الاشتياح البري استخدمت حضرتك عبارة التحضير للحرب هل يبدو التحضير للحرب هو برأيك سبب تأجيل الاشتياح البري لأكثر من مرة أم هذا مثل ما بيقولوا في الظاهر ماذا يحدث حول الاشتياح البري خاصة وأنه أيضا في إسرائيل مدوا جزر حول هذا الموضوع وفي ناس عم بتقول أنه أعيدوا الأسرة قبل أن تدخلوا بريا إلى غزة هل يستخدم الاشتياح البري اليوم برأيك أيضا بالنزاع السياسي للحرب؟ يعني هو أولا جزء منه الشق الأول من الإجابة هو النزاع السياسي داخل صناعة القرارة الإسرائيلية لدينا الجنرالات الحاليين قيلات الجيش الحالية التي تستعجل الدخول بريا بالمقابل الجنرالات السابقين مثل جانس يريدون التحضير جيدا للمعركة وأيضا يضعون في اعتبارهم موضوع الأسرة نتنياهو يعني منذ سنوات كان لديه مؤشرات عديدة بأنه الموضوع الأسرة لا يهتم به حقيقة الضغط الشعبي هو الذي يجعله يهتم نتنياهو ليس معنيا كثيرا بموضوع الأسرة ومستعد للتضحية بهم جانس هو الذي يختلف جانس أيضا قاعدة الانتخابية تتركز في منطقة جنوب فلسطين يعني قرب غزة فهي بعض الأمور التفصيلية الضقيقة مهمة حتى نعرف يعني نتنياهو الآن جزء من جهده وقاعدة الانتخابي هم المستوطنين واليمين والضفة الغربية موضوع أيضا ما الذي يؤجل الولايات المتحدة الأمريكية لديها تجربة في العراق لديها أيضا تتابع تجربة في أوكرانيا النيتو منذ سنة 2015 قام بتشكيل مبادرة لدراسة ما يسمى الحرب المدنية أو في الـ urban areas وبالتالي الآن خبراء النيتو وخبراء الولايات المتحدة الأمريكية هم الذين يحاولون أن يرسموا خطة الحرب في قطاع غزة هذا الكلام يحتاج إلى استعدادات كثيرة أهم استعدادات الاستعداد لردة الفعل في الجبهة الشمالية حزب الله وبالتالي هناك استعدادات تأخذ بعين سيناريو دخول حزب الله هناك أيضا قوات صينية وروسية موجودة في نطاق الشرق الأوسط حتى لو بالخطأ يتم استهدافها وبالتالي هناك اهتمام في هذا الموضوع الضفة الغربية ما يجري في الضفة الغربية يمكن أن نسميها عملية قص العشب الآن مئات الكوادر تم اعتقالها يتم اغتيال بالنواة الصلبة من المسلحين حتى لا تدخل الضفة الغربية فبالتالي نحن نتحدث على الأقل عن ست جبهات تتحرك عليها إسرائيل حاليا تمهيدا للحرب البرية بما فيها السوشال ميديا وموضوع الضفة الغربية وموضوع أيضا وأهم شيء ربما هم يدرسون تكتيكات غزة يعني ما حدث في 7 أكتوبر كان مفاجئ بكل المعايير لإسرائيل وهم يدرسون الآن ما الذي حدث نوعية الأسلحة التي ظهرت التكتيكات التي ظهرت حتى يستطيعوا الدخول في تغزة يعني مثلا الحديث الآن عن الأنفاق وأن هناك أنفاق معدة لإغراق الجنود الإسرائيليين أو للانفجار فيهم وهذه كلها أعتقادي أنه يعني تجعل القائمين على الحرب البرية خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية والجنرالات القدامة يعني أسميهم مثل جانس يتمهلون حتى يدرسوا كل هذه الأمور ولهذا السبب ترى بأنه هناك عمليات برية محدودة تكون موجودة أو يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالأمس كان هناك عملية وقبل الأمس كان هناك عملية وهناك الحديث بأوساط أيضا المقاومة الفلسطينية بحسب ما يتم تداوله بأنه تم التعرض لبعض الآليات وتم هناك كانت هناك معارك شرسة أيضا وأريد أيضا أن ننوه إلى نقطة ما تحدث عنها ميلاد قبل قليل موضوع الأسرة يعني الإسرائيليين داخل قطاع غزة لا تبالي إسرائيل كأنه بهم يعني إذا ما تم الدخول إلى قطاع غزة يعني الدخول إلى قطاع غزة بريا يحتاج أولا يتم الآن التدرب عليه في مناطق في قربة الأبيب يعني هناك الآن معسكرات تدريب للجيش الإسرائيلي على دخول إلى قطاع غزة وحرب المدن يعني اتضح في 7 أكتوبر أنه الجيش الأمريكي ربما قوي جوا قوي ببعض التكنولوجيا ولكن الجندي المشاه الإسرائيلي غير جاهز وبالتالي جزء من ما يحدث من تأخير الحرب البرية هو إعداد المشاه تدريبهم والعمليات التي أشرت إليها هي جزء من التدريب عندما تدخل في عملية برية أنت بحاجة أولا إلى إسناد تكنولوجي بالأقمار الصناعية إلى إسناد في القناصين إلى إسناد في أنواع أسلحة مختلفة وبالتالي نحن لدينا في إسرائيل الجرفات أو البلدوزرات المدرعة ولدينا المدرعات ولدينا العربات المدرعة وهذه كلها الآن يتم تجريبها حتى يتم اختيار أفضل شيء وحتى يتم الإعداد لها وأعتقادي العمليات الدخول المحدودة هي جس نبض وتجريب وتدريب يعني أيضا كمالا لموضوع الأسرة هل يمكن أن يغامر نتنياهو بعدم الاكتراث للأسرة كما ذكرت واليوم مستقبل السياسي على المحك؟ يعني جزء من الهو لن يستطيع أن يضحي تماما لكن هو لو استطاع سيضحي يعني لو استطاع أن يجذب انتباه الرأي العام الإسرائيلي نحو شيء آخر لن يبالي ولكن هو بما أنه لا يستطيع فهو مضطر إلى ذلك مرة أخرى لدينا حكومة إسرائيلية يمينية ونتنياهو جزء منها هذه الحكومة أصلا هي حكومة يعني دينية تؤمن بالفكر التوراتي لا تبالي كثيرا حقيقة بالخسائر بقدر ما تبالي بتحقيق الأهداف بعيدة المدى والأهداف الدينية هو يعني احتمالية الآن السيناريو الأرجح الآن وبضغط أمريكي ربما نتنياهو مضطر أمام ضغطين الأمريكي والرأي العام أن يحتم بقضايا الأسرة لأن الرأي العام أيضا يتحرك عم يسمع عن أخبار عن إطلاق عدد من الأسرة أو رفض يعني نتنياهو لأكثر من مرة لإطلاقه يعني هذا لا يشكل أيضا إذا بدك عامل ضغط على أنه بهذا الإطار صحيح يشكل عامل ضغط على نتنياهو لكن أيضا المقاومة تدرك بأنه حتى لو استطاعت أن تطلق أو يعني إذا كان من الحكمة إطلاق صراح جزء من الأسرة أو خاصة الأسرة المدنيين النساء والأطفال مقابل الأسرة الأسيرات الفلسطينيات والأطفال الفلسطينيين ومقابل وقف إطلاق نار لكنهم يدركون تماما بأنه أيضا إذا تم الوصول إلى اتفاق نهائي للأسرة دون وقف إطلاق نار على غرار هدنة طويلة المدى يعني هدنة حقيقية فأنه هذا سيكون زوال ورقة رئيسية بيد المقاومة تسرع وتزيد من حدة وشراسة الهجمة الإسرائيلية الأمريكية